اشتركوا في القناة ومدرس بمدرسة الحقوق عضوا في لجنة ترتيب الاحتفال فقررت اللجنة هذا وأن تكون اللجنة الفرعية لترتيب الألعاب مكونة من الميستر سكوت والميستر شارمن ورئيسها سعادة أمين سامي باشر اللجنة قررت اشتراك طلبة المدارس العليا ومدرسة البوليس ومدرسة الحربية وأعضاء نادي التوفيقية الرياضي في الألعاب الرياضية اللي حتتعرض في الاحتفال ويتم ضم رئيس نادي التوفيقية ميسيو بوكوليني للجنة ترتيب الاحتفال وزي ما قلنا قبل كده نادي التوفيقية اتأسس عام 1896 وبالمناسبة أنا كنت نائب رئيس نادي التوفيقية ورئيس المكتب التنفيذي لأكتر من دورتي المهم بكده اتشكلت لجنة ترتيب الاحتفال برئاسة أمين سامي باشر وعضوية ميستر سكوت وميستر شارمن وميسيو بوكولين وتكفل محمد علي دولار بيك بإحضار فرقة الموسيقى العسكرية الخاصة بمدرسة البوليس عشان تعزف في الاحتفال وقررت اللجنة تركيب لوحة مكتوب عليها اسم النادي فأول الشارع اللي بيوصل للنادي بمدان الجزيرة ومدان الجزيرة هو اللي بيطلق عليه حاليا مدان الأوبرا عند أسدين أصر النيل وفيه تمثال سعد زجلول عند كبرى أصر النيل جنب حديقة الأندلس